لوحات فسيف سائن وتماثيل وزخرفات ومدافن حجرية محفورة بتأنن وقطع أثرية من حقبات تاريخية عدة خرجت من المستودعات والمخابئ لتعرض مجدداً في متحف دمشق الوطني الذي عاد ليفتح أبوابه أمام الزوار بعد ست سنوات من إغلاقه كانت سنوات الدمار، سنوات الخراب، سنوات الدموع، سنوات التهديدات بكل قطع الأثرية كانت ممكن تكون في مهب الريح كما حدث في بغداد عندما نهب متحف بغداد في 2003 كان استراتيجيات إغلاق الأبواب كل باب في أي متحف موجود في سوريا كنا نقوم بإغلاقه، كنا نقوم بتحصينه وأغلقت المديرية العامة للأثار والمتاحف متحف دمشق الوطني في العام 2012 تزامناً مع تحول حركة الاحتجاجات في سوريا إلى نزاع مسلح وأعادت فتح جناح واحد كبير منه على أن تفتح الأجنحة الأخرى طباعاً عندما يتم افتتاع كل أبواب المتاحف، عندها سنقول كل أبواب السلام عادت إلى سوريا وعاد الأمان إلى هذا الوطن في حديقة متحف دمشق، يتصدر المشهد تمثال أسد اللات وهو القطعة الوحيدة المعروضة من أصل عشرات الآلاف التي تم نقلها خلال السنوات الماضية من مواقع أثرية في مناطق سوريا أخرى ولم تسلم المواقع الأثرية في سوريا خلال السنوات الماضية من الدمار والتخريب حيناً والنهب والسرقة حيناً آخر وأبرزها قلعة حلب وأثار تدمر مثل معبد بل وقوس النصر وأسد اللات ترجمة نانسي قنقر